أعزائي المشاهدين كيف حالكم؟ هذه الحلقة الرابعة والأخيرة في رمضان إن شاء الله كل عامكم بخير عيدكم مبارك أبعيد عليكم مرة كويس بس إن شاء الله في نهاية الحلقة هذه الحلقة عنوانها هو توب تن أهم لحظات في رمضان 2024 أهم على أي أساس واحد أنه تم تداوله موضيع أو لحظات صارت سواء كان في التلفزيون ولا في السوشال ميديا ولا في أي مكان بس تداوله كده بشكل كبير بين الناس الشرط الثاني أنه يكون يعني منتشر يعني مو التداوله بس في تيك توك بس مثلا لا يعني التداوله في تيك توك وشوية على تويتر وشوية كده على كده إنستجرام يعني يكون مثلا ينتشر الموضوع وثلاثة أنه أخذ وقته شويتين يعني مو بس كده أبو ساعة واختفى أن الموضوع تكلموا عنه يوم يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام شهر كامل شهر رمضان هذا مركز الأول شهر رمضان وبس نبدأ الحلقة في المركز العاشر معنا لأهم عشر اللحظات في الرمضان العرافة شمس المطربة والمغنية ما أدري أو العرافة شمس مؤخرا لاحظنا أن هي قاعدة تتحول من مطربة إلى منجمة مؤخرا بتطلع في مقابلات ولا بتطلع في اللايفات ولا بتطلع في سناب شات حقها بتحبد هبد هبد من أجل الهبد هبد فهبد الأخطاء الطبية من ضمنها السرطانات عشان يخلصون على البشر هبد فهبد العالم وجهة نظري راح يكون منقسمة اثنين عبيده أسياد وهاتك يا هبد ما هي توقف في بداية رمضان هذا طلعت في مقابلة في سناب شات مع واحدة أنا ما عارفها الصراحة بس بتسألها عن الهبد وكان بتهبد هبدات عادية حقت كل يوم هدي حقت شمس سبب عدم ثبات العطل على الشخص دونا عن الآخر درجة حرارة الجسم ذا إفري دي هبد حق شمس لما فجأة شمس قالت قدتنا الضربة القاضية إنه هي إذا سلمت على واحدة تقدر تشم في الناس إذا هي مريضة أو لا يعني أنا المرأة اللي عندها مشاكل في الهرمونات إذا سلمت عليها لو حطت ألف عطر عارف إن عندها مشكلة يفسدرها 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 في أي هرمون ما أدري تخش مكلب بس إنه يعني هي صار عندها هذه المهارة مؤخراً أسمع الهبد هذه وبعدين قالت إنه حتى المكتعب له ريحة بعيد الشرق اللي عنده اكتئاب حاد عنده ريحة مميزة لو تسلمين عليه لو حاطت إن شاء الله دخون وعطور وبخور بتشمينها سير زي ريحة حرق الأسلاك وبعدين شمس وبعد إحنا عمشي نالك هبغ مرة كثيرة بس هذه ما نقادر إيش أسلاك محروقة؟ اللي أعرفه أنا إنه الشخص اللي كده اللي ملسوع شوية إحنا نقول عنه اللي هو عنده سلك مفصول فيوزو محروقة أنا ترى بحثت تحسبوني سبت الموضوع بحثت في الإنترنت بالعربي وبالإنجليزي أدور أي شيء علمي يثبت إنه ريحة المكتعب أسلاك ما حصلت ولا شيء أكيد ما رأحصل معلومة من شمس يعني عايزة تبقى إنه لها أساس علمي اللي أعرفه أنا إنه المكتعب له ريحة بس ريحة عفن لأنه ما يتروش مكتعب ما تعرف كيف مخ المكتعب؟ المكتعب كده يقعد في البيت اللي ما يطلع يقول أصلاً ليه نتروش إحنا بعد النموت إحنا كلنا ليش إشف فائدة الترويش زي كده المكتعب يفكر فتلاقي ريحة صنن من بعيد تشمع في البداية كنا نقول إنه شمس بتهبد عشان إثارة الجدل عارفين إنه شمس بتقطات كده تأكل إثارة الجدل وتصير أحسن يعني تعيش هي بدون إثارة الجدل كده تموت من الجوع بس مؤخراً بديت أكتشف إنه لا شمس تعتقد فعلاً إنه هي تعرف هذه الأشياء اللي بتقولها بتؤمن فيها يعني مؤخراً منزل فيديو بتقول بشكل كده كاجول حتى أم اليوم كلمتني تابتش تقول شفت الإسنام يوم إن المرأة التي اتشافت من القولون والمعدة وكده تقول لكم تابتش يعني إنه شن ربي عطى طاقة التشافي في يدك للناس أشوم ريحة فيوز مفصولة في المركز التاسع معانا تريند هو إحنا في التسعينات هذا تريند صار في التك توك لمقطع فيه مسلسل بينعرض في التلفزيون اسمه كامل العدد زائد واحد أو كامل العدد بلاس ون بلاس كامل العدد بلاس ون فيه مشهد من صغيرة بتكلمها أخورة أخوها على أساس إنه عقله متحجر يعني من العصور الحجرية وقديم فبتهزئ و بتقوله إيش الكلام اللي بتقوله هذا هو إحنا في التسعينات لا هو أنا بقدم مش بصداية سريع اللي أنت بتفكر بيها هو إحنا في التسعينات إنه على أساس إنه إيش هذا الفكر اللي من العصر الحجري أصحى إحنا في التسعينات ولا إيش تبقى قديم زي كده كان قصدا التيك توكرز اللي من جيل التسعينات انصدموا انجرحوا من جوا لما نقادر هو إحنا في التسعينات هاه هو إحنا في التسعينات هوه تسعينات وسبوا مقاطع ردة فعل للكلمة هذه تريند هذا مرة انتشر اللي هو هو احنا في التسعينات ليش بعدين كده دراما ابيض وصود وبعدين اغنية انا لا هو انا بجده مش مصدقه القرية اللي انت بتفكر بيها هو احنا في التسعينات ليه بس كده بس كده بس خلاص دراما دراما قلبوا دراما اول مرة يكتشفوا جيل التسعينات ان هما كبار في العمر المشكلة ان جيل التسعينات الى الان يعتقدوا ان هما المستقبل ترنصكم عمركم بثلاثين ممكن اكبر وكده بمسوين دراما يعني في بعض الناس طلعوا اخذوا الموضوع بشكل شخصي اغلبهم ماخدين الموضوع بمزح بس فيه ناس اللي هو خلاص كفاية ضغطونا احنا جيل التسعينات المعاصر الذي عاصر عصرته يا حبيبي عصرته ومن يبي يطلع ترند ومن ومن يبي يشتمون ومن عنده طاقة سلبية كده بيفرغها يعني بيحط على الموالد اصرنا تغيرات وازمات احداث كثيرة نصيحة من ثمانيني الى اي تسعيني اصحى من الصدمة بسرعة الصدمة هاده اللي انت فيه هو احنا كبرنا ولاش احنا ايو 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 اصحى مننا بسرعة لانه ما عندك وقت تراكتر جيل دراما اقسم بالله سجيل التسعينات لو احنا مظلمين ما انتم مظلمين ولا ميحزنوا انت عبتك جنبي وتساكت وصل جنبا احنا السبعينات والستينات كنا متكيين قادرين نتفرش على الجيل اللي هو من جد مستقبل في المركز الثامن معنا كوتش ايمون التنافع نسويين صورتي بالمصر وتشاتبين عليها تنافع وجارسين تتداولوها في الجروبات الواتساب والتيك توك ونستجرام كوتش ايمون شخصية انا تعرفت عليها في هذا الرمضان ولما انسألت اغلب الناس او بحثت عنه في الانترنت بشكل عام لقيت انه شخصية شخصية جدا مثيرة لل الاستغرام كوتش ايمون في هذا الرمضان سوى اعلان لمحل مصرات مصرات اللي هي العمة حق العمانيين ولبس مصرة كانت مرتبة وكان مرة فرحان فيها وصور نفسه في سناب شات بس الوان المصرات كانت يتفكر بعض المتابعين بأكله معينه بحلاء حلاء معروف عربي لذيذ جدا ما تطلع من هنا غير ما يضبطوك نسوى الاعلان عادي طبيعي بدلنا نسوى ميمز تصاميم كده يحطوا صورته ويحطوا كنافة ونفس الكلار باليت حتى مو نفس الكلار باليت فعلا كانوا لابس كنافة على رأسه تمام بس اللهم لف كنافة كده على رأسه كده وقال يلا بسم الله الرحمن الرحيم انا راح اصلي العيد وانتشر وهو هذاك الوقت دخل لايب في تيك توك ومو عارف اش قاعد يصير من وراه خلص البث التيك توك فتح الانترنت لقى نفس الترنت صوته هو جاب كنافة ولقى فيه تشابه مرة كبيرة فزعل مرة زعل زيادة عن اللزوم يعني يعني ما عمره شفت واحد يزعل قد كده على ميم او ممكن انا ما اعرفه كويس فصور فيديو مرة كان زعلان زعلان يا اخي ما تشجعوا الواحد تنكتوا وتتمسخروك وتشايمون كنافة اخفيكم اخ انتم ابدا ما تشجعوا يا اخي ابدا يا اخي نجعوا التنافة وانتم ما تدعمون وانتم اخلصت الفيديو كده وقفلت قلت يا الله شكله مرة زعلان بس ليه كده زعلان قد كده اكيد عنده مشكلة شخصية مع التنافة وانا ما كان زعل قد كده بدين شوهي كده حسيت مش تهي التنافة فرح طلبت تنافة شايت من التنافة فعلا كانت تشبه المصرة اكلت التنافة بدين حسيت هذا أحسن إعلان تشونافة رأيته في حياتي انا متأكد انه محل المصررات جم بيه محل تشونافة جيلس كده يبيع تشونافة مستغرب له ما يوجده ليه فجأة، اكيد صار عندي زباين كثيرين ومحل المصررات ا vibes وهي حظبان لا انا دافع حاج إعلان لماذا لا احجاني كل الناس عندت المحل تشونافة قدريني بنشروا تشونافة فهر هو إعلان ناجح لكن ليس لمحلي المحل المصرر للتشونافة في المركز السابع معنا واقعة عبد الرحمن المطيري وياسمين صبري لازم أحكيكم الحكاية كاملة معلش هدخل في شوية تفاصيل كان في حفل تتشين عطر معين لشركة عطور معروفة وعزمين في الحفل هذا صار في رمضان هذا وعزمين في مشاهير كثير من السوشيال ميديا أسماء جدا قوية زي مثلا كابتن ياسر القحطاني عبد الرحمن المطيري ياسمين صبري زوجة نيمار يعني كده أسامي وبيقدم الحفل نيشان كده شيء كده قوي وبيد الحفل طبيعي كل أحد كده ممصوم كده موسيقى كده لاونج فيوزيك بعدين بدأ فقرة المسرح طلع نيشان هو مقدم الحفل بدي يحيي الناس ويرحب بالناس أهلا وسهلا فيكم زي كده وبعدين فجأة ياسر القحطاني قرر أنه يطلع المسرح عشان يقول لنيشان أنت سلمت على البنات بس أو على النساء بس ما سلمت على الرجال ما أعطيت أنا وجه نيشان قال أو أه سوري 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 أنا سلمت عليك الكل سلمت بس أنت ركزت على الصبايا بدي يصير في إيش حساسية صار في كهرباء كده بابا النساء والرجال المناسبة والفعالية هذي عن عطر بس فين يا لأ خلاص صار فيه صار حرب حرب صامتة حرب باردة بين الرجال والنساء مم مم لذي عشان قرر ينزل من المسرح مع الماكروفون مم وين كون يا صبايا مم رأة أجلس كده بينهم فسط البنات كيف كنت تكلم معهم حلو؟ نسي نفسه كنت قال انا صح المفروض اقدم حفل نسيت انا ليش جيت هنا اصلا طيب وين هو عبد الرحمن المطيري؟ عبد الرحمن وينك؟ تعال اهو تعال اهو ارقب لهو ارقب لهو ارقب لهو تعال اهو الله يسعدك تعال اهو ارقب لهو ارقب لهو اصد فيه تضارب حضارات تضارب ثقافات النشان عادي انا بين الصبايا شو يعاني؟ عبد الرحمن المطيري جنون انت متزوج اصد فيه اللي هو تعال اهو تعال اهو تعال اهو هذا المقطع او الفقرة هذه ليش انا بتكلم عن الموضوع اصلا انتشر في السوشيال ميديا كل الناس بتعلق اللي هو اوه شوف عبد الرحمن المطيري بيسوي حركات عشان يبين انه هو عفيف ومدريش اهو كان لازم يسوي زي كنا انا ما اعرف اش قاعدين تقولي يعني ايش هترتاحوا لو طبفوا حضهم يعني تعال لهون طيب ويطبوا حضن البنات اكيد اكيد مرح تنبسطوا هتزعلوا اكثر قبل يخلص الحفل بشوية عبد الرحمن المطيري قرر يجلس لحاله ماسك له زاوية وجالس لحاله شبين انحرج ما انحرج ما انحرج جت يا سبي صبري يا سبي جت قرر يسوي دراما ما كانت موجودة اصلا اللي هو كلهو عبد الرحمن تصري طاية كي مبتسم كي قاعد تقول انت كي قاعد يصير كي قاعد معدي وعدت ومشت كراحة بيتها يعني انا عشان كده ما احب امشي مع مشاهير عشان انت فجأة كده قاعد في امان الله بتتكلم مع اصحابك بتقضي وقتا ممتعا جدا وبدأت تتكلفة موضوع انا لكل يوم مشيت فجأة بدون سابق انذار في فلاش كده في عينك انفتح صاحبك ايه عيد السالف بالله لشان اللي يمتابعيني عيد السالفة وانت ايد سالف السالف اللي بتقولها قلت خلاص خلصت العيدة عيدة ما حتطلع حلوة خلاص يعني هي طلعت عفوية بالله عد تقوم انت عيد السالفة وبعدين يروح يصورها وتقولها بطريقة سامجة طبعا والناس يتفرج يقولوا مين السامج هذا وانت يعني قاعد في البيت نايم تجيك التهايم وانت نايم فاهم؟ السلام عليكم شخصي طيبين اليوم فيديو جايبكم تحدي مره مره قوي اقوى تحدي في اليوتيوب طبعا شوفوا هذا السيكل ومصبح هنا نحن مستر شنب يا جماعة هو يوتيوبر دوره في اليوتيوب انه هو يكون كيس رمل لأي شخص ما عنده محتوى فاهم ما عندك محتوى اديه بوكسين فأي احد حاسس انه زعلان اليوم زعلان نزل فيديو تترك فيه على مستر شنب وهذه مستر شنب ما عمره رد طول عمره يستقبل قلبه كبير هذا دور وجلس الناس فترة مرة طويلة على هذا الحال مستر شنب نزل فيديو بسبب بدون سبب سنتريق عليه ها 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 حاسسين نفسنا افضل اليوم إلا في يوم من الايام هذا الرمضان فيه كلان اسمه مباور واحد من اعضاء الكلان قرر انه ينكت لبقية اعضاء الكلان ويتريق على مستر شنب زي كل مرة ما فيه محتوى صح؟ قال مستر شنب ما عنده لي مسبح كل شويتين محتوى مسبح مسبح هين اريدت مسبح؟ واسبح فيه تمساح جوى المسبح ويوم اصرير جوى المسبح كلنا جوى المسبح يلا عيال نسبح حلب أم المسبح لا يعني اقصى من راية عرصة مسبح كل المحتوى مسبح مسبح وعلى باله انه خلاص تاجين مدد كل يوم زي كل مرة مستر شنب سيسكت وقلبه كبير صح؟ لكن هذه المرة مستر شنب ما سكن وهذه اول مرة مستر شنب يقرر ينتقم ويرد ومو اي رد انه يرد هذه الحالة لحظة تاريخية انه يرد هذا الرد هو 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 يكون معنا في المركز السادس لأهم لحظات رمضانية مثل شنب قرر ان هو يبدأ الفيديو يحط الفيديو حق الولد الولد هو يعني اصلاح صلعته تلمع شوية يعني بيهتم بنفسه ملمعه كويس مثل شنب بدأ الفيديو هو ماسك حبة هذه الشوكولات اللي ندور ملتيزر وجاء بيأكلها حالب أم المسبح مسبح شفيدة حاس هذه الحبة زعلته الحبة هذه بتذكره بواحد هو زعلان منه شوية يا الله هذه بس البداية لكم ان تتخيلوا ايش البقية يدي يمسك فيديوهاتهم فيديو فيديو ويوريهم انه اصلا هم محتوى طول الوقت كله مسبح يهو لا وكمان بيّن انه هم سرقين منه محتوى مو بس محتوى سرقين منه ثم نيل صورة العرض اصلا من مستر شنب الكلان بالميزانية بفريق العاملة الكامل سرقين من شخص يوتيوبر مسكين معروف عنه انه كان عبارة عن كيس رمل تبقيس من كتر ما مستر شنب كان زعلان وغطبان لسانه تعدل صار بيتخرج منه مخارج الحروف مرتبة ومنظمة وفهمين ايش بيقول وكده فيه فصاحة في كلامه هذه مو عمرها تصير مستر شنب ما حديد بيقول مستر شنب يتكلم مستر شنب يتكلم احنا لا نفهم عن مستر شنب كيس يقول إلا بعد المشهد ذي بعده الآن بعدين يرى المشهد كان قصده كده ونصري كثيرا هذا المقطع شاني شركاء ومشورك وتبقى المقطع وأك没حمله وله انت مستحيل تفهم أصلا مستحيل تفهم الناح في جنة معدي في الغرفة هكذا كيف يتكلم لغتي كل الوحيدة لي فهم؟ أم جاهدين؟ مستعنين المشهد اللي بعده؟ عشان يفهم إيش بيقول أصلاً بس عشان إيش؟ ما يكون في سوء تفاهم لازم تفهم أن أنا في صفك لا تفكر يوم من الأيام كده تحس أنه إيش وتنتقم وتجيب حلاوة شعر البنات وتفكرك بمدرك كده الله خليك بليز لا تسوي كده لأنه أنا في صفك وفي المركز الخامس معنا بكاء سارة الودعاني اللي هو آخر واحد لأنه هذا مو أول مرة سارة الودعاني صورت نفسها وهي تبكي مضغوطة من الشغل الشغل اللي هو كان بتصور إعلان والإعلان ما كان ماشي بالطريقة اللي هي كانت تبغاها صدق؟ الشغل فعب الحمد لله صدق يعني والله العظيم والناس أبداً ما تعاطفت مع سارة الودعاني بأي شكل من الأشكال بالعكس كانوا بتريقوا على طرق وفي واحدة كانت متعاطفة معها زيادة عن اللزوم لدرجة أن هي صورت فيديو بتبكي بتبكي أكثر من سارة الودعاني أرجوك لا تبكي سبيلي أنا الموضوع أنا أحبكي عنك يعني أنا ما أعرف الناس هذه إلى ماذا كثم تحس بغيرها ما في قلبها رحمة الله العظيم ما في قلبها رحمة ما في قلوبكم رحمة أو أكيد ما في رحمة إيا إذا أعلننا من إعلان لازم تفهم في سبب مرة مقنع لماذا الناس لا يستطيع التعاطف مع سارة الودعاني سارة الودعاني بتصور حياتها في سناب وحياتها حلوة مرة ما شاء الله يعني حياتها رهيبة هي أصلاً أصلاً سارة الودعاني بتثير الجدل بقد إيش هي عندها شغالات طول الوقت حتى وهي ما بتصور بتجي مثلاً فعاليات كده ومعها 15 شغالة كده فهم دادة والناس لو شوفوا 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 كيف شايفين سارة الودعاني كان واحد يبكي يقول أنا عندي فلوس مرة كثير وما نعارف ايش سوي فيها هذا اللي شايفينه وتبغين التعاطف معها صعب برة بس اسمحوا لي أدافة عن سارة الودعاني هي مضغوطة من الشغل لأن هذا هو شغلها أي شغل في له ضغط يختلف في شغل ضغطه أكبر بكثير من شغل سارة الودعاني ولكن ولكن هذا هي اللي تقدر عليه هذا شغلها وهذا ضغطها وهذا اللي يبكيها الناس تختلف لكن نصيحتي لسارة الودعاني ولأي مشهور أنا منهم إذا أنت حسيت لست على ما يرام بدي يجيك حزن إذا أنت شميت على نفسك أسلاك محروقة لا تصور قفل الجوال أرمي الجوال أرمي الجوال في الكابنة وأسحب عليه سيفون ولا تشتري جوال ثاني لما يصير مودك كويس تقدر تصور لا على التصور وأنت تبكي وفي المركز الرابع معنا فوزير أو إثارة جدل غازي الديابي مساكم الله بالخير يدي ويغانب مساكم الله بالخير وش نقول راح الحليم ما أسمع وش نقول راح الحليم غازي الديابي يا جماعة شخصية الصراحة أنا بالنسبة لي أنا من يعرف يعني أحطه في أي قسم قسم الطيبين ولا قسم الأشرار أحيانا أحس كذا وأحيانا أحس كذا صراحة لكن هذا الرمضان سوى فكرة الصراحة أنا شخصيا عجبتني لأنها يعني كذا جديدة سوى فوزير فوزير رمضانية كذا كامل سيت أب إضاءة بالناس بيستقبل المتصلين بديهم جوائز بس في سناب شات نأخذ المتصل الثاني ونسحب ونشوف لكن أثناء الفوزير رزق بالمولود الله يبارك له يا رب وعندما نرزق بالمولود بيدي يسوي حركات أثار الجدل أزعج الناس بأثارة الجدل هذا الشبل من ذلاسيد وسط العنين يا سلام سيده من المشفى على البيت القصر والذي يشكك في دروب الغانمين يصبر مع عليهم وشوفه النصر خرر يسميه النصر لا 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 هو مون تيشيرت هو بيبي هو مولود جديد سمى على النصر المولود أنتوا فهمين؟ وبعدين صور وهو يأذن بإذن ابنه الصغير المولود الجديد مشهد أنه محمد رسول الله صراحة أنا تأثرت لأن هذه لحظة جداً خاصة وحميمية ويتمنها كل رجل يتمنى أن يكون أب يوم من الأيام فكذا كان يبكي الله وكر الله وأنا قد أتفرج كذا تأثرت شوية بعدين فكرت قاد يقول إحنا ليه نشوف هذا المشهد؟ إحنا ليه هنا؟ إحنا ليه معاه؟ أنا ما أعرفه أنا ماني صاحبه ليه بشوف هذا المشهد الخاص جداً؟ الناس ما ثبتوا صاروا قلدوا في تيك توك ماذا؟ الله أتبهد الناس ما ثبتوا في حاله لأن الناس ما هم تقبلين منه أي شيء بعدها كده قرر يجيب هدية لزوجتي طقم ذهب وصور هذا الشيء وطقم الذهب كبير كبير مرة يعني كي شايل وما كان مرتاح أبداً يا رب اجعله من موليد السعادة واجعله من حفظة كتابه الكريم أنا أعتقد مشكلتنا أن غازي الديابي لازم يهدي شويتين من ناحية أنه عندي فلوس يعني هو أحياناً بيورين أنه هو بيساعد الناس لكن خلاص في الفوزير تصع على واحدة وطا سابقة قالوا السلام عليكم قالت وعليكم السلام سمعت صوت الرجال قفلت كما هو سوى والله يختلوا تدري من اللي يمتصر ما تقفني فيه في الفوزير فيه رجال وقفين دورهم أنهم يغنوا يصفقوا يهللوا كذا هذا دورهم بالفلامة عادهم ينكرون تتعرف الدكاء الاصطناعي عندما يقولون لك الدكاء الاصطناعي سوف يأخذ مكان البشر هذولة بس هيأخذ مكان هذول انت كويس بس هذولة الدكاء الاصطناعي كده سيأتي يوم لهم مخد المساكين محتوى والله خصب الله وفي المركز الثالث معنا واقعة غش الدوك في بداية رمضان في واحد يسم أبو عمر عمل مصابقات أو فوزير رمضانية بيستضيف فيها أونلاين شخصيات في الأغلب في السوشال ميديا بيجعلهم يتحدث ضد بعض والذي يفوز يأخذ جائزة مالية السؤال الأول فيه اختيارات إذا تبقوا إلي ما هو اسم أكبر صحراء في العالم؟ في الحلقة هذه كان فيه اليوتيوبر ممدوح نصر الله والمعروف بالدوك هو محتوى كروي ضد محمود مهدي وهو يوتيوبر ناقد للمسلسلات والأفلام والمسابقة كانت ماشية عادي كان حتى محمود كان يفوز كان يجلب نقاط ويجاوب على أسئلة والوضع تمام لكن فيه لحظة انقلبت الآية الدوك قرر يجاوب على كل الأسئلة ولا غلط ولا غلط ولا سؤال إجابة صحيحة 23 سنة الناس بدأت تتساءل وبدأت تركز وعندما بدأت تركز اكتشفت أن الدوك كان كان يغش الدوك يلبس نظرات نظره ضعيف واضح والنظرات كانت تعكس الشاشة كان واضح أنه هو يقلب يعمل كان هناك صفحة جوجل تتحرك في النظرات ومازلت تقول ما هذا يحدث النظرات خلت الناس تشك لكن ليس هذه ما يجعلهم يتأكدون هناك لوحة لتشيرت بعكس الشاشة بشكل أوضح وكان في الشاشة هذه كانوا يرون أن الدوك كان يدور على أجوبة كل الأسئلة كان هناك سؤال يقول متى أتأسس فيسبوك بقدرة واحد أحد فجأة في شعار فيسبوك في الانعكاس موجود كده فان ورهيب كيف يحاول يخبي أنه يعني أنا ترى على الفكرة هذه صدفة يعني في مرة يقولك ما هو لون الزمرد اه ايش هو؟ محمود مهدي قال لون الزمرد هو لون الزمرد كده فان كنكتة ما يعرف الإجابة الدوك قال اتشيرتي اللي قللي الإجابة مو صفحة جوجل اللي قفلتها صح إجابة صحيحة الدوك ايه الناس لما بعد ما اكتشفت هذا الموضوع قررت أنها تأخذ مقاطع على الموضوع وتنشره في كل مكان اللي هو الدوك غشش وهذه هي الأدلة شوفوا يا جماعة انعكاس حق شاشة جوجل الدوك طلع وقال يا جماعة أنا ما كنت أغش أصلا ما كنت تعرف أن فيها فلوس أصلا ليه غش أصلا الموضوع مو مستاهل الناصر ردت عليه يقول وبالضبط الموضوع مو مستاهل ليه بتغش وضغطوه مرة بدأت القضية هنا الموضوع صراحة مو مو مرة مستاهل لكن أخذ صدع مرة كبيرة لفترة مرة طويلة يمكن من بداية رمضان قبل قليل والسبب يا جماعة هو أن الدوك لما كان يغش طريقة تمثيله أنه هو أنا ما أغش أنا ترى أنا قاعد أفكر كان يفكرنا بنا إحنا لما كنا نغش أيام الاختبار آم أنا قاعد أفكر أنا كذا طبيعي لما أفكر المراقب أو الأستاذ تلاقيه كذا شاكك فيك زيادة عن اللزوم مع أنك لم تفعل شيء فهو مستقصدني ليس مستقصدك إذا شكلك زيادة الدكتور في المركز الثاني معنا مقابلة ميسي مع عمرو أديب عمرو أديب فهذا نمضان قرر يعمل بودكاست هاي هاي واو ويل سميث بودكاست بيج تايم وهو ما يعرف سوى بودكاست هو ما يعرف بشاني بودكاست اسم البودكاست بيج تايم مدري بيج شو مدري بيج توك بيج حاجة الأسامي اللي بيستضيفها أول حلقة جاب ويل سميث ثاني حلقة جاب مدري إيش حتى الأسامي الكبير اللي بيجيبها بيجيب منهم ثلاثة أربعة فعهم اللي عشان كده يصيروا بحجم ويل سميث على أقل يجيب أصالة ويحط جمهم كده ياسمين صبري ويروش عليهم كم واحد مشهور كده عشان الأسامي تخليك تبها تعرف إيش هذا البرنامج اللي حينفجر من عدد المشاهير اللي فيه صح؟ لكن شكلها مقابل عادية مرة مقابل عادية لكن فيه حلقة من الحلقات استضاف فيها ميسي وهي تقريبا أهم حلقة أكثر حلقة تكلموا عنها الناس في السوشال ميديا بيج تايم مع لاينل ميسي ممكن تكلمنا على أيامك فيه نادي برشلونة؟ بس أنا ما أدري هو يعني ما هتقل له ولا هو مو ذاكر كويس لكن ما وصل له خبر أنه انتقل إلى إنتر مايامي ميسي ساب برشلونة مرة من زمانه عمر أديب طول الوقت بيسأل ميسي عن برشلونة أبداً ما بيحترم عقده مع ناديل جديد انتر مايامي ماذا يتعني لك برشلونة؟ كده فاهم؟ ميسي برشلونة 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 طيب هو برشلونة بالنسبة ليك إيش؟ نفس السؤال بس بلفه ثاني يو خلاص أرحم الرجال الرجال عنده عقد لازم يحترمه مع انتر مايامي لا لا برشلونة وعمر أديب واضح انه حافظ مش فاهم هو عارف انه في البودكاست لازم أحد يبكي يعني كده البودكاستات العربية خاصة تحس انه كده يجيبوك عشان يبكوك اللي هو كما يستضيفوك يقولوك ابوك عايش؟ اه عايش أمك أمك أخوانك أخواتك عمك جدك كلهم عايشين من وحشك؟ قديش وحشك؟ مرة صح؟ هذا السؤال أكرهه لو هو عايش معانا الآن لو جاتك فرصة تقوله كما ايش هتقوله الآن؟ كده والناس تنهار في البكاعة كده هقوله تروا هو حش تريب كده وينشر المقطع ده في كل المكاعة حتى واتاب ينشر المقطع واتاب فعن؟ ده المقطع كده أنصبه خش كل البودكاستات بس عامر أديب حتى هذه ما يباي يسويها ما يباي تعب نفسه كده على طول خش على ميسي ما هو الموقف الذي يجعل ميسي يبكي؟ ما حلفه يدور معاك حسألك مين عايش؟ ما يبكيك؟ ما هذا يبكيك؟ طيب أبكي ما أدري أنا كده يقوله لازم البودكاست واحد يبكي ما أبكي والصراحة من الأشياء اللي أنا قهرتني وأنا قاعد أبحث عن المقابلة هذه في السوشال ميديا أعرف أرأى الناس ما أنا قادر أوصل لرأي الناس من التصاميم الكثيرة اللي موجودة في تيك توك كل ما قال ميسي في المقابلة هذه برثلونة على طول سونا بتويني زودنا كده جايبين كده أبيض والسود وميسي كده أنكرا ميسي أنكرا ميسي أنكرا ميسي أنكرا ميسي كده كده تعليق كده ميسي 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 جايبين الشوالي وأغاني وحزن كده سلو موشن ميسي ممكن تكلمنا على نادي برشلونة؟ لا 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 خلاص خلاص تخطوا تجاوزوا الموضوع ميسي ترك برشلونة بيلعب الآن في إنتر مايامي ما أنتو دارين ولا إيش؟ لا عمرو أديب داري والمتابعين دارين خلاص أجماعة وبعدين اللي أنا أفهمه إن البودكاست مقدم البودكاست الأساسي بيبدأ الحوار ويسلم من الضيف ويسيب الضيف الميكروفون يلا عيش حتى ممكن يكسر الميكروفون ويرميه حقه خلاص دور الضيف إنو يتكلم لكن عمرو أديب جايب الناس يفتفضلهم هو بيتكلم أكثر منهم أصال أنا آه لا يعني أنا أروحت هناك وكذا وفراحة واحد يقول له عمرو أديب يرجع للبرنامج وبعد البودكاست وبعدهم يحزنون أنا أمشي مع الموضة يا عمي أرجع للبرنامج ترى كنت كويس هناك وفي المركز الأول معنا لأهم لحظات رمضان 2024 المسلسل اللي الكل يتكلم عنه من بداية رمضان إلى يومك هذا المسلسل اللي كرنجنا كلنا زوجة واحدة لا تكفي خليني يقول لكم فكرة المسلسل بشكل عام وبعدين ممكن أحرق قدام فيعني اللي لسه نفسه يتفرج على المسلسل واللي لسه ما يعني ما شاف الحلقات الأخيرة يقفل ويروح يشوف المسلسل وبعدين تعال يكمل الحلقة المسلسل زي ما هو واضح في اسمه كذا عبارة عن رجل متزوج واحدة ومتزوج عليها اثنين 손حانين ثلاثة الفكرة انه الرجول هذا متزوج على زوجته على حساب زوجته زوجته وصاحبة مدرسة وكل أحد ثانيا حولينا سواء أقاربها بناتها أختها عارف أنه زوجها متزوج عليها بس من أحد ذلك قادر يقول لها الفكرة حلوة صراحة تشد منت ستعرف الحلقة قادمة ستعرف قربة تعرف كذلك لكن قبل ندخل في سلبيات المسلسل انا تعلمت عشان تصير ناقد ناجح لازم تتكلم على الإيجابيات قبل السلبيات دعونا نتكلم على الإيجابيات أحداث المسلسل صراحة تشدك لا يوجد أعزة لا يوجد أعزة وهم اللي دام هنا لا يوجد أعزة مرة كثيرة مشغلين أهل المسلسل في البيت وانا لماذا المسلسل الصخيف هذا؟ اللي هو طالع فيه بثقل ولكن تتفرج عليه لنفيه حدث تشدك الصراحة الشيء الثاني الإيجابي التمثيل كويس مستوى التمثيل بشكل عام كله كويس مع عدد الإكسترس أسوأ إكسترس في تاريخ الدراما الخليجية والعربية لكن الصفة الأول والصفة الثانية تقريبا كلهم كويسين على أسماء قوية وسووا دورهم مرة كويس خاصة طبعا بعد هود أحسن إن هي قامة فنية مرة كبيرة وطول عمرها بتمثل مرة كويس ومع عمرها خذلتنا لكن اللي فاجأتنا في المسلسل الصراحة هي نور غندور سوى دورها مرة كويس تمثيلها كان مرة رهيب الأماكن دي هي اللي فيها الصيد الجديد عشان يوم ما الصنارة تغمز تغمز على حاجة إيلة وعليها الإيم مرة مقنعة لدرجة أني صدقت فعلا إن هي في الواقع تحب الفلوس كده وتستغل الرجال بجمالها الحلو كده خلصنا من الإيجابيات تعالي على السلبيات المسلسل هذا مرة كرنج تعرف يعني كرنج كرنج ترجماتها حرفيا قرفصة يعني كده تتقرفص كده مجازيا كرنج يعني تحس كده أنت بتتألم كده تنزعج جدا حتى الألم من أنك تتفرج على مشهد معين كده تشوف مشهد روانسي كده هذا تحس فيه ألم جوك كده روحك بتتألم روحك فيها مغص كده المسلسل طول الوقت وهذا شيء مو كويس ليش؟ لأن هذا أهم مسلسل في رمضان 2024 أكثر مسلسل الناس تفرجت عليه وتكلمت عنه بس في نفس الوقت أكثر مسلسل كرنج نحن فرعين في الدراما العربية لأننا هناك أسباب مرة كثيرة للمسلسل كرنج السبب الأول أن المسلسل عشوائي كده 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 هو فيه قصة لكن غير القصة الأساسية هنا فيه هنا خد حتى فيه خالد الشاعر وزوجته جايبين في المسلسل ما لهم قصة ما لهم كده جايبينهم مو بأساميههم مو بشخصياتهم الحقيقية بس كده حطينهم في المسلسل تشيلهم المسلسل المسلسل سيكون تماما حتى حسن ارميكم هنا في المسلسل سووا نفسكم تحبوا بعض ايش دعوة أنا الحل اللي بباري ريال انا لا أدري تجابهم هنا الصراحة انا لا أدري الصراحة فعليا بس كده تعرف له قضايا مرة كثيرة كده بعشوائية فتحس المسلسل يبغى يصلح العالم بعد المسلسل هذا الكاتبة كانت متوقعة كوكب الأرض يصبح مكان أفضل للعيش فيه وما يملاحقه فاهم كده قضية وراء قضيئك مثال الحلقة الأولى كان فيه مشهد انه فيه طفل في المدرسة بيتنمروا عليه تنمروا عليه تنمروا عليه تنمروا عليه تنمروا عليه وضربوا وفصقوا وزعلوا المهم راح لمكتب المديرة هو يبكي كلموا أبوه أبوه هزقوا انت بنت رجال انت مفوض تأخذ حقك بيدك انت مفوض ما تسكت انا اتمنى اني حتى ما جبتك الولد مره زعل اخذ مزدس وطلع من فوق المدرسة توفى الولد جاءت الشرطة اخرط كل احد مسؤول منها مديرة المدرسة اللي هي هودة حسين استجووهم تأكد انه انتحر هودة حسين قررت انها تقول لهو ما انتحر هو مات مقتول مات مقتول كيف مين قتله احنا كلنا قتلناه كلنا الطلبة اللي بيهدلوا اليوم والطلبة اللي اسكتوا عنهم المدرسين اللي ما لاحظوه ابوه بدل ما يخضوا ويطبطب عليه وبخه انا لما سكت على سلوك ابوه هذا اكثر شيء قهرني انا في المسلسل فجأة الممثلين يقرروا كده يطلعوا فوق منبر يقولوا ندوة للناس كده يعلمونا درس في الحياة انا فاكر ان اشغلت مسلسل ابغى حداد ليه في واحد قاعد يهزئني ليه هودة حسين قاعد تهزئني انا حاسين بندق في الكلام وانا مالي صلاح ليه في ندوة ليه في خطبة في الموضوع انا لو خطبة لو ابغى اسمع خطبة كان سمعت خطبة ما اتفرج على مسلسل ومو ملحق على القضايا قضية وراء قضية كل شخصيتين كبل ولا مو كبل مسكين قضية كده ومشغولين فيها انا شغل انت بهذا القضية قتل الاطفال تعال انت انت قضيتك الاب المهمل الذي يذكره في البيت مخدرات روحي انت انت ايش جابكم هنا ممكن ترجعني للقصة الله خليك نبقى نعرف هي متى هتعرف ان زوجها متزوج عليها لان ترى على الفكرة كل انا عارفين حتى احنا المشاهدين عارفين هي وده حسين الوحيدة اللي كده هب له لا 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 متمشي كده في الست ويما ايدارية انه كل احد عارف انا تعرف من اكتر الاشياء اللي قهرتي في المسلسل انه مطلعين كل الرجال اشرار وكل النساء كويسين حتى شريرين منهم تشريرين لسبب على الفكرة انها مظلومة ترى هي تعبت في حياتها وانظلمت عشان كده صارت شريرة ولا هي اقسم بالله كانت طيبة تصير لكن الرجال كي يشريرين عشان هم رجال من البداية ابتداء من البطل ماجد المصري نصاب خائن متزوج خمسمائة على زوجته وكذاب اللي بعده سكير عربيد مهمل اللي بعده مدمن مريض نفسيا متخلف اللي بعده هذا اجابه اللي بعده قاتل بنته شرير بدون سبب عشانه رجال الرجال الوحيد الكويس مريض بالسرطان سيموت بعد شوية الكاتبة بتقول لنا حتى الرجال كويسين جاسين ينقرضوا جاسين يموت بسرطان والمسلسل فيه مشكلة جدا عميقة في المشاهد الرومانسية مع انه المسلسل كله كبلز كله 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 ما ادري هي المشكلة في الاخراج المشكلة في الكتابة المشكلة في التمثيل لما يبدأوا اثنين يتغزلوا في بعض انا مدرس فيزياء يا أخي واحد بالمية ليس أمل واحد بالمية نسبة أرغامها تشد يا أخي أنا مدرسة عربي الواحد بالمية عندي مجاز يا الله اكرنج مشاهد هي الرومانسية 500 سنة بنكتب ونخرج مسلسلات لماذا نعرف أن نكتب مشاهد رومانسي الواحد يتحمس فيه يقول حتى انا بحب ولا مرة شوف المشهد هذا هؤلاء ضايعين في البحر ويكلموا خفر السواحل لكن لا تتكلم عن خفر السواحل لأنه المشهد يجب أن يكون رومانسي إبراهيم إبراهيم هيا يا إلازو أموت عشان تحبيني يا إلازو أموت عشان تحبيني أنا أصح لازم أصنع حتى تقول آسف يحد إن شاء الله هذا مشهد رومانسي مهنة بعدين قررت تكلم خفر السواحل أخيراً أخيراً بعد مشهد تيتانيك هذا المزيف الكرينج اللي صار قررت أخيراً تكلم خفر السواحل اتصد على خفر السواحل سألوها أنت الحالك وقفلت وصار متشبت في باب البحر وقال لها لماذا قلت أنت الحالك؟ على طول عظم سكت منبر واشتغلت الموسيقى حق الندوة حق المسلسل إيه أنا الحالي لأن أنا حاسن الحالي نحن لا نحتاج الأشياء اللي نحبها نحن نبيها الحاجة ليس حب الحاجة ليس حب الحاجة ليس مثل حاجتي حق إخواني لكن أفهم؟ هذا ليه هنا؟ هذا ليه هنا؟ وفي نهاية الحلقة يا جماعة أحب أعيد عليكم واحد واحد استنوا أول شي أحب أعيد الأهلي أحب أعيد الأصدقائي في كل مكان وأحب أعيد على متابعيني واحد واحد شكراً لدعمكم كل عامكم بخير وعيدكم مبارك وأحب أشكر قناة الآن على الفرصة اللي أعطوني هي وقول لهم كل عامكم بخير برضو وعيدكم مبارك ومكملين إن شاء الله باقي تسعة الحلقات اللي في الموسم لا تنسوا تشاهدوا تشوفوا معنا الحلقات اللي فاتت وتكتبوا لنا في التعليقات إذا عجبتكم الحلقة ولا لا وكتبوا لنا إذا عجبتكم تحسبوني ما أنا شايف غيرنا لكم ترى الخلفية ممكن نوقف نبكي إن نخلاط يفايا بوكا الخلفية عجبتكم ولا لا اكتبوا لنا في التعليقات وكتبوا لنا في التعليقات إذا ضحكت بالحلقة تسعووا شير لأنشر الفرحة والضحك بين أصدقائك وأهلك أحبكم مرة كثير السلام عليكم